نوع من أنواع الفهلوة اللي بيبقى ظاهر قوي وممكن نطبق عليه فكرة الفساد في الزراعة اضطربة لما في المدارس أحياناً لما يلعبوا طول السنة ويوجوا قبل الامتحانات كده بوقت قصير ويطبقوا ويطبقوا يعني يطبقوا الأيام وربع طاعة ويجمعوا الشتات ويسألوا زميلهم عن أهم النقاط اللي تقالت في المدارس أو في الجامعات عشان يذكروها قبل الامتحان وساعات قبل ساعات من الامتحان ساعات بتلفق معهم ويبقى دي فتنة لما يتجيلوا وتمشي معهم ويجوبوا ندايك جويسة ودرجات كويسة ويقول لك أصل أنا قريت عقل لإيه؟ عقل اللي بيسألني لكن أنا أريد سألك سؤال أنت خلاص ممكن تكون عدية السنة لكن أنت في الحقيقة كده اتعلمت يعني فهمت حاجة يعني نقدر نعتمد عليك كمهندس بعد كده أو نقدر نعتمد عليك كطبيب بعد كده أو نقدر نتعامل نعتمد عليك كمحاسب بعد كده نقدر نعتمد عليك في أي حاجة أنت أنجحت بس أنت تعلمت نحن على فكرة نتعلم الدروس بشكل مجزء عشان نتعلم عشان نفهم وياما ناس كتيرة اللي أتقنوا العلم ده لما احترنا لهم لقيناهم بيفهموا السؤال بقى ليه الناس بقى بتلجأ للفهلوة لأن الناس بتعتقد أن الزكاء كافي بيعملوا حاجة معادلة كده ليس المهم الكفاءة ولكن الزكاء يكفي يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني أهم حاجة أن أنا أكون ذكي مش مهم أكون كفاء على فكرة مش مهم أكون عندي مهارات مش مهم يكون عندي معرفة مش مهم أن أنا أكون ادى الربط لكن في الحقيقة الزكاء بيحتاج اللي بيحتاج إليه الإنسان؟ الكفاء هو دوة الزكاء الحقيقي الزكاء اللي ما ينفعش بأوض عن الكفاءة يعني ممكن واحد يكون ذكي لكن مش مؤهل للحاجة اللي بيقوم بيها فساعة ما واحد ذكي عايز يقوم بشيء غير مؤهل لي في الغالب هيستخدم الفهلاوة فيستخدم الفهلاوة فإن اللي يحصل؟ فيشوف الشخص ده فاهم من إيه ولا مش فاهم إيه؟ فيقدمه للحاجة اللي مش فاهمها فالشخص التاني اللي هو مش فاهم رآخر وممكن يكون هو موجود في مكانه بالفهلاوة برضو رآخر يحس إن هو إيه؟ لا والله يشكله فاهم واللتنين شكلهم مش فاهمين أو إن الشخص ده وتقال وتكلم بكلام بس صور للناس اللي هو مفاهمين لكن هو مش هقدر يستمر لأنه سمع كلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا فرح عارض الكلام اللي هو فاهمه بطريقة تخلي قدامه منخدع وينخدع إن هو فاهم لكن هو مش فاهم فالفهلاوة هنا طريقة قصيرة تخليش الواحد ياخد وقت الحاجة التانية بتخلي الناس تتفاهلوا إن الناس كتير بتعتبر إن الكفاءة مكلفة الناس تقول علشان أبقى كفر في أي شيء أبقى محتاج بقى أتعلم واتدرب ومهارات وسكيلز وحاجات كده وفلوس أدفع وإيه أستمر واتأخر سنوات ومحتاج وقت لكن أنت لازم تبقى جدير وتبقى كفر لأن أشتك لأي دور في الحياة واستمرارك في العمل بينتج من المهارات ومن القيم ومن المعارف ما فيش فهلاوي عنده قيم على فكرة ما فيش حد بيبقى فهلاوي إلا وهو خاين الأمانة أمانة المعرفة لأنه بيعتمد دايما أنه يلف ويدور عشان تحس أنه عارف لكنه مش أمين فكون أنك واقف كده يعني بعد شوية العمل هيستغنى عنك على فكرة لو أنت استمرت في الفعلوة أو يضع في مصف أو هيحطك كده كآلة وإنت بالمناسبة إنسان لأن أنت ما بقيتش كف لأن أنت خنت أمانت التعلم وإنت عارف إن هما بيسموا الناس دولة إن هما بتعطي الفعلوة إلا ما بتعلموش وما بتجددوش ساعة يسموهم أولد فاشن يعني دقة قديمة وخلاص إلا حاصل عفى عليهم الزمن لأن بطبيعة العمل بيتحرك وبيتطور وبطبيعة العمل محتاج واحد كفء يعني بيتعلم عنده أساس يقدر يبني عليه الفعلوة ما عندوش الأساس اللي ممكن يبني عليه أنا عارف إن الكلام ده عند بعض الناس هيقول بس أنا شايفين فعلوية بيستمروا لا 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 هو مش بيستمر هو بيستغنم في بعض الأحيين بعض أشكال الفساد لأنه هو ما بيحش شغل في بيئة فيها فساد لو هو شخص حقيقي متعلم يعيش في بيئة فيها نظم وفيها انتاج حقيقي وفيها جودة الفعلوة ما عندوش معايير للجودة هو دايما بيعتمد على إنه هو يعمل إبهار لليه قدامه إبهار أنا بسميه الإبهار الكاذب عشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قاعدة مهمة أوه في حياتنا إن خير العمل أدوامه وإن قل يعني إيه مش هتقدر تكمل حياتك وتتعلق وتداوم العمل بالفعلوة لازم بالعلم وعشان كده العلم هو اللي بيبقى هو اللي بيخلي الإنسان يستمر والحياة طول الوقت متحركة يعني وأنا أقبل مثلا لابن عنده خمس سنين مثلا غير لما أكون أقبل لشاب لصابي مراهق فأنا محتاج في الأول أتأهل للتعاون مع الطفل وأتأهل للتعاون مع البراخ وأتابع الجديد اللي في كل وقت عشان أتعلم عشان أقدر أقوم بدوري كأب وقيس على ده في العمل وقيس على ده في العلاقات وقيس على ده كمان في العلاقات الزوجية كل ده محتاج إن إنساني تطور ترجمة نانسي قنقر